يمكن أنا عشان عشت فترة حلوة والزمن الجميل والأيام الحلوة والحاجات دي فكنت بشوفها بمنظور ولكن كنت بكتب القصة وبغرس جواها فيها رسالة وفيها هدف أنه اللي يقراها مستهدف فيه الجيل الصغير الجيل اللي ما شفش ده علشان يحس أنه الماضي كان حلو لكن الحاضر ممكن يكون أحلى طبعا والمستقبل إن شاء الله يكون أحلى لأن إحنا لازم نعلم ولادنا ده أو لازم إحنا كمان يكون دايما عندنا النظرة التفاقلية دي بص حضرتك دايما أنا ماشي بقاعدة أو لا كلنا ماشيين بيا إحنا لنا تاريخ ولنا ماضي الماضي ده لما نقرأه ونقرأه بشكل صح ومن خلال الناس الصح هنحس بجمال الواقع الحاضر ومن خلال جمال الحاضر هنستشرف جمال وجمال وروعة المستقبل علشان كده بقولك هي منظومة كلها بتبقى مرتبطة مع بعضها ولكن بنسب لو فيه نسبة زادت عن التانية عملت خلل اختلت المنظومة كلها بس الغريب إن حضرتك قلت إنه النظرة التفاقلية أو النظرة الإيجابية والجميلة والحالين للماضي دي حضرتك ونت حبيب إنك تترحف الكتاب ولكنك وصفت الحاضر بالمؤلم الحاضر المؤلم أنا كتبتها وكتبتها في المقدمة تحديدا من خلال رؤيتي أنا 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 كأشرف حسيت إنه مش هو ده الماضي أو أنا اللي عشته أنا حتى عمل جزء كبير عن القرية أنا أنا قروي أنا من من الريف من القرية وشفت حياة الريف البسيطة السهلة اللي كانت أقل حاجة يرضو بيها وكل حاجة مع التوحش بتاع العصر الحالي والتكتولوجيا يعني كان العيشة تأذن بعد الناس ما تصال العيشة كانت ناس تنام هنا الناس بتبدأ تبصحها بعد العيشة تبدأ تبارس حياتها بعد العيشة فحسيت إنها في فجوة كبيرة علشان كده حرصت على في الكتاب إن أنا من انطلق من الماضي بتاعنا ده نشوفه من شكل تاني نشوف الحاجة الحلوة الحاجة الحلوة اللي جوانا نصحيها الواقع المؤلم إنه فعلا واقع بقى مع تدور تكنولوجيا واستخدام تكنولوجيا بشكل خط طبعا وسرعة الإيقاعة اللي بقنا عايشين بيها والتكنولوجيا الغلط التكنولوجيا استخدام الغلط للتكنولوجيا حولت التكنولوجيا نفسها لوحش بيفرم الوقت والصحة والعلاقات الاجتماعية